كل إنسان مواقف صحيح تكون ضمن الذكريات الجميلة أو العكس بس مواقف تكون عارقة في الدهن في أيام غالبا تكون في الطفولة أو في مراحل الدراسة عندك مواقف عارق في دهن خالد ما ينسى أبدا والله المواقف أنا صراحة يمكن شخصية اللي يعرفني عن قرب من أذكر مواقف أحب أن يعيش لحظتي أو أيامي ما ألتبت للماضي تماما ألتبت للمستقبل شوي لكن ما هو مثل طريقة العيش في اللحظة أحب عيش اللحظة و أفكر في الماضي و رأيت للمستقبل رأيته بطموح و بإيجابية فقط أنا من نوع اللي أخطط و أقرر و أفكر و كذا لكن ما هو لدرجة أن يشغلني على اللحظة اللي أنا فيها طيب أعطيك موقف أعطيك موقف كنت في الدراسة لما كنت في المدرسة كنت دايما أحب الإذاعة جميل و هذا يمكن سبب ارتباطي في الإعلام صحيح نشأت في المدرسة دايما في الإذاعة حتى أنهم يضعوني مشرف إذاعي يعني في الابتدائي أتكلم يا سلام أذكر أنه في أول إذاعة مدرسية كانت أعتقد أنها كانت في صف ثارث ابتدائي تمام؟ هذا اللي أذكره حيث صار موقف صراحة أني ما أنساء أبدا نسقوا معي عن أنك بكرة الإذاعة و كذا كنت مقدم الإذاعة تعرف أن الإذاعة فيها قرآن و فيها حديث بعدين كلمة صباح سؤال لغز ولا حكمة ولا هل تعلم كنت مقدم لها الإذاعة أذكر أنه بعد الإذاعة جاني أحد المدرسين و قال لي في واحد كان واقف في السور بره المدرسة و يشوفه الإذاعة من هذا؟ قلت ما أدري منه فوصف لي إياه فكرت هذا الوالد طبعا المدرسة عندنا إذاعة في الساحة المدرسية بره والسور مكشوف تقدر تشوف اللي بره يقدر يشوف الداخل و العكس فوصف لي إياه قال في واحد كذا كذا أظنه أبوك فعطاني إياه على الوصف و قلت إياه أبوي لكن استغربت أنا ليش أنه قاعد يناظر يعني ما عرفت فلما رجعت البيت قال لي ترى كنت تابعك في الإذاعة فكان هو من باب تحفيز أنه ترى والله هذه أول إذاعة لك فكنت بشوفك و شوف كيف كذا و أعطاني حتى والله كم نصيحة المنقف هذا كيف أثر على مسيرتي في الإذاعة وقتها ما تتخيل يعني كان شيء كبير طبعا مع الوقت صار فيه أنشطة في المدرسة كلها في مجال التقديم والإذاعة والنشاط المدرسي كنت متفاعل فيها جدا جدا إلى درجة أني حتى يعني مسكت أيامها أشياء دائرية في المدرسة فيها النشاط و فيها المجال هذا ترجمة نانسي قنقر